احد الاخوة جزاء الله خير احضر فائدة تتعلق بصلاة التوة وصلتك اقراها علينا كاملا احسن الله ليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين يقول ورد عن اسماء ابن الحكم الفزاري قال سمعت عليا رضي الله تعالى عنه يقول اني كنت رجلا اذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله به ما شاء ان ينفعني به واذا حدثني رجل من اصحابه استحلفته فاذا حلف لي صدقته وانه حدثني ابو بكر وصدق ابو بكر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله الا غفر الله له ثم قرأ هذه الاية والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون قال حديث حسن اخرجه الترمذي واخرجه ابو داود واخرجه مختصرا دون ذكر الاية ابن ماجة والحديث جود اسناده ابن حجر في ترجمة اسماء ابن حكم وصحه العلامة احمد شاكر في تحقيقه للترمذي وحسنه العلامة الالباني رحمه الله تعالى في صحيح سنن الترمذي نسى الله عز وجل يثيب الاخ على هذه الفائدة ويجعلها في ميزان حسناته ايضا